أشهد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بما تم تحقيقه من خلال علاقات التعاون المتميزة مع جمهورية سنجافورة على مختلف المستويات والتي أرصت نموذجا متميزا في العلاقات بين الأصديقاء جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة للشؤون الخارجية والدفاع في جمهورية سنجافورة الصديقة حيث أكد معالي حرص مملكة البحرين على التواصل المستمر مع جمهورية سنجافورة التي تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات التنموية حتى أضحت قوة اقتصادية مؤثرة وتمتلك تجربة تنموية رائدة تعد نموذجا يحتذا به وأشار معالي الوزير إلى أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا وتقدما مضطردا خلال الفترة المقبلة في ظل الحرص المشترك على تنميتها وتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين والتزامهما بنهج الانفتاح على جميع دول العالم وسعيهما الدؤوب لتحقيق مستويات أعلى من النمو المستمر من جانبه نوها معالي سيد مالك عثمان بما تحقيقه مملكة البحرين من تنمية وتقدم في شتى المجالات مؤكدا حرص بلادي على توسيع أفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي سيد نهاد المشنوقة وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات البحرينية اللبنانية وسبل تنميتها وتطويرها لآفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وأكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى تقوية روابط الأخوة مع لبنان معربا عن تقديره للمواقف اللبنانية الداعمة لمملكة البحرين من جانبه أكد معالي السيد نهاد المشنوق حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة متمنيا للمملكة المزيدة من التقدم والرخاء وخلال اجتماعه مع معالي السيدة أرسولا فون ديرلين وزيرة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهد علاقات مملكة البحرين مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات معالي أكد أن العلاقات بين البلدين ترتكز على أسس راسخة وتمتلك مقاومات كبيرة لتطور المستمر وفتح مجالات أرحب للتعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين الصديقين ونوها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالتنسيق القائم بين البلدين إذا مختلف القضايا وبالدور الإيجابي الذي تقوم به جمهورية ألمانيا الاتحادية لأجل أمن واستقرار المنطقة والتعاون مع دولها ودعم كافة الجهود المبدولة لمواجهة مشكلاتها ومعالجة تحدياتها من جانبها أكدت معالي سيدة أرسولا فونديرلين حرص بلادها على الارتقاب بعلاقات الصداقة الطيبة مع مملكة البحرين وفتح المزيد من مجالات التعاون بينهما بما يحقق مصالحهم المشتركة واجتمع معالي وزير الخارجية مع سعادة الدكتور أرفيند جوبتان نائب مستشار جهاز الأمن الوطني بجمهورية الهند الصديقة وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف مجالات وخاصة في المجال الاقتصادي وفي مكافحة العنف والإرهاب وتعزيز التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن العلاقات بين البلدين تتخذ أوجها كثيرة ومهمة بفضل الحرص المشترك على توثيق روابط الصداقة ودفع العلاقات إلى مراحل أكثر تقدما تعود بالنفع على الجانبين وتحقق مصالحهما المشتركة وتستثمر الإمكانات والمقومات التي تتوافر لديهما من جهتي أكد سعادة دكتور أرفيند جوبتا أن بلاده تعطي أهمية كبيرة لتقوية روابطها وتنمية علاقاتها مع مملكة البحرين وتعزيز أطر التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية وقد جرى بحث عدد من المضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية هذا وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والساعي إلى إحلال الأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن الشقيق معالي أكد أيضا موقف البحرين للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتمكين الحكومة الشرعية من أداء مهامها بما يحقق التنمية والتقدم للشعب اليمني الشقيق ودعمها لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف جاء ذلك خلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية مع سعادة سيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن حيث تناول الاجتماع بحث آخر تطورات في اليمن وقام سيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بإطلاع معالي الوزير على آخر الجهود التي تبللها الأمم المتحدة إذا الأوضاع الراهنة في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر